بسم الله الرحمن الرحيم معكم المهندس ياسر ليتي ان شاء الله الدرس ده يعتبر درس مكمل لمجموعة دروس تصميم الكاميرات احنا الدرسة اللي قبل فات كنا اخذنا تصميم الكاميرات under bending moment وفاكر bending moment يعني عزوم لانحناء واي عزم بيسوي فورس في مسافة بس عزم لانحناء بيعمل ايه للكاميرات بيخلي الكاميرا عصالها bending بتتني ولو تفتكر العزم ده ساعتها هيقصر زيال cross section هيخلي فيه جزء من cross section ده عليه compression وجزء تاني عليه tension لو تفتكر احنا دائما ونصميم الكاميرات under bending احنا كنا بنطلع ابعاد القطاع اللي هي ال B وال D وكمان كنا بنطلع مساحة الحديد ناحية tension side اللي هي كان اسمها AS وطبعا دي سعب تبقى حديد صفلي او حديد علوي على حسب التنشان side موجود فين وكان ساعات بنطلع حديد كمان ناحية compression side اللي هو كان اس تاش وكان بعد تصميم ال bending moment بنرجع نصمم الكاميرا مرة تانية under shear force لو تفتكر ده الدرس اللي فات على طول ودائما وحنا بنصمم under shear force كنا بناخد نفس ابعاد القطاع اللي احنا منطلعينها من تصميم ال bending ونرجع نطلع الحديد اللي هيقاوم shear لو تفتكر اللي هو في اغلب الاحوال بيبقى ال canet فكي ال canet بالانجلش يعني stir ups وبما ان اي كاميرا عليها vertical load الطبيعي يبقى عليها bending moment وفي نفس الوقت عليها shear force فال typical design ان احنا بنصمم الكاميرا على مرحلتين اول حاجة بنصمم due to bending ونطلع ابعاد القطاع والتسليح اللي بيقاوم bending وبعد كده لما نيجي نصمم shear بناخد نفس الابعاد اللي احنا جايبنا من bending ونصمم ال canet لها قاوم shear force ده الطبيعي بتاع تصميم اي كاميرا لكن في عندنا حالة special اللي احنا محتاجين ناخدها في الدرس ده لو الكاميرا عليها كمان torsion moment و torsion moment بالعربي يعني عزم التواء طبعا كلمة عزمي عم بيساوي ايه force في مسافة بس الفرق ان العزم ده بدأ ما يخلي الكاميرا يحصلها bending وتتني زي الحالة اللي فوق ساعتها يخلي الكاميرا تبقى عايزها تلف حوالين محورها كاميرا يحصلها التواء لما جئنا ندرس ال torsion moment اكتشفنا انه هو بيأثر على قطاع بsheer stress بمعنى صح بيخلي جزيئات اللمسة بعض بتبقى عايزها تتحرك غير بعض فاكر بيحصل بينهم sheer stress يعني بمعنى صح ال torsion moment ده هو كمان متقومه بالكانات يبقى لو في عندنا torsion moment واحنا عارفين انه في جميع الحالات الكاميرا هيبقى عليها shear force يبقى احنا ساعة هنحتاج نصمم كانات تقاوم torsion moment وsheer force في نفس الوقت يعني في الحالة دي لو فيه torsion moment مرحلة under bending moment زي ما قلنا هنطلع على الابعاد والتسليح بتاع البندنج المرحلة التانية هنصمم الكنات اللي تقدر تقاوم shear وطورشا مع بعض طب هو الطورشا moment اللي احنا نسميه عزم للتواء ازاي بيعمل shear على الكاميرا زي ما قلنا قبل كده اي عزم بيساوي force في مسافة بس المهم العزم ده هيعمل ايه على قطاع الكاميرا اول حاجة مثلا فاكر في البندنج moment عزم الانحناء ان الكاميرا لما يبقى عليها vertical loads هيحصلها بندنج هاتي التاني يعني بمعنى صح اي قطاع هتلاقي بقى فيه جزء عليه compression وجزء عليه tension فده ما ان البندنج moment بيعمل ايه على قطاع compression و tension لكن بالنسبة للتوارشا moment فاكين قلنا التوارشا moment هتلاقي ان الكاميرا عايزة تلف حوالين محورها بس الكاميرا اللي ما بتيك تلف حوالين محورها بيلاقي ان مش كل الساكاشن بتدور بنفس الزاوية يعني بمعنى صح انا ممكن يبقى عندي في الكاميرا sectionين لازقين في بعض بالظبط بس واحد يوم عايز يلف اكتر من التاني في الحال دي لو تكلوا عندي two sections في نفس الجسم بس بيتحركوا غير بعض ساعتها بقى فيه بينهم stresses تشبه الفريكشن شوية نسميه عندنا shear stresses الفرق بس هنا ان لما يجي section يلف اكتر من section اللي لمسه هيبقى برضو فيه بينهم shear stresses لكن على شكل دواير لو تاخد بالك النقطة اللي في النص بالظبط ما تحركتش فهوضح ان shear stresses علينا قليل وكل ما نبعد عن center اكيد shear stresses هايزيد يبقى واضح برضو انه torsion moment هو كمان هيعمل shear stress عشان كده بنقاومه هو والsheer force بالكنات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر